اهلا بكم الى مجزي اخباري الان اعلنت وزارة الداخلية الافغانية انتهاء الهجوم على السفارة العراقية في كابول الذي تبناه تنظيم داعش الارهابي والذي اسفر عن قتل حارسين بالسفارة بالاضافة لجميع المهاجمين التابعين للتنظيم اذ كتبت الوزارة في صفحتها على موقع فيسبوك ان الهجوم انتهى وان المهاجمين الاربع قتلوا وذلك بعد اكثر من اربع ساعات على بدء العملية يذكر اذا ان التنظيم داعش كان قد اعلن عن مسؤوليته عن الهجوم على السفارة العراقية ادانت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الارهابي الذي وقع بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية يوم امس والذي اسفر عن استشهاد رجل امن واصابة اخرين وشددت وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين الى جانب المملكة العربية السعودية في حربها ضد كل اشكال الارهاب ومن يدعمه ويموله اعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عن تخصيص الدول الداعمة لمكافحة الارهاب لممرات الطوارئ الجوية بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني في كل من الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وذلك لتستخدمها الشركات القطرية كما هو معمول به في حالات اغلاق المجالات الجوية الاقليمية قتل اكثر من 12 شخصا يتبعون لتنظيم داعش الارهابي في قصف للطيران العراقي الذي سادف مقر للتنظيم في احدى المناطق في قضاءة اللعفر غربي الموصل شمالي بغداد وتستعد قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحجد الشعبي لجن عملية عسكرية لتحرير ما تبقى من قضاءة اللعفر من احتلال داعش يواجه الرئيس الايراني السابق محمود احمد نجاد اتهمات باساءة استخدام اموال حكومية تقدر بمليارات الدولارات حين كان في منصبه ففي احدى القضايا التي تعود الى ولاية احمد نجاد الثانية بين عامي 2009 وعام 2013 وصلت الاموال التي اسيئت استخدامها الى اكثر من ملياري دولار سجلت نسبة البطارة في منطقة يورو ترجعا طفيفا في حزيران يونيو الى 29% محققة ادنى مستوياتها منذ شباط فبراير 2009 بحسب ما اعلنه يوروستات الاوروبي للإحصاءات اما التضخم في منطقة اليورو فبقي مستقرا بمستوى 11% في تموز يوليو بتذنى كبير عن هدف 20% الذي حدده البنك المركزي الاوروبي بحسب ارقام يوروستات قرر مجموعة من الفنالين البولنديين تزين جدران قرية بلغارية صغيرة برسومات مختلفة فاختاروا رسوما لمشاهير من عالم الفن والسياسة من بينهم زعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات فتا مرموجز شكرا للمتابا موسيقى موسيقى